لماذا تحمل فئات واسعة من المجتمع المرأة مسؤولية تعرضها للتحرش بل وحتى الارتصاب كيف يصير الجاني مجرد فاعل فيما الضحية هي المحرد على الفعل تختلف المواقف حسب المواقع ونبادر نحن لإخراج الحوار من أزمته أهلا بكم هل ستحمل المرأة جزءا من مسؤولية تعرضها للتحرش والارتصاب سؤال نطرحه عمدا على هذا النحو المباشر والمستفز بالنسبة للبعض هو السؤال الذي يكاد يكون جوهريا في كل النقاشات حول أزمة التحرش في مجتمعنا لإخراج الحوار من أزمته تحضر معي هذا المساء سيدة أميمة عاشور رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات مساء الخير سيدتي مساء الخير شكرا على الاستضافة أهلا وسهلا بك مستعدة تتعهدين برفع شعار الحوار الجريء والمسؤول أكيد الترحيب موصول بها سيدة إيمان اليعقوبي وهي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية للرائدات مساء الخير مرحبا بك شكرا شكرا على الاستضافة أهلا وسهلا بك تتعهدين برفع التحدي سهلا على اليسار يسعد نيانا صديفة دكتورة عائشة حليم أستاذة علم الاجتماع وعضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة مساء الخير سيدتي سأنور شكرا إيمانا للأستضافة أهلا بك مستعدة أكيد لإخراج الحوار حول الموضوع من أزمته مستعدون مشاهدين لذلك مستعدون لنقاش منطق القول بمسؤولية النساء في تعرض هنا للتحرش بعد مشاهدة تقرير في الموضوع أعده محمد نجد مضايقات ملاحقات اعتداءات لفظية وأحيانا جسدية هي غيض من فيض مظاهر التحرش الجنسية التي تعاني منها النساء بشكل يومي في الفضاءات العامة مظاهر بدأت تأخذ أبعاد خطيرة وصلت حد المطاردة الجماعية كما وقع مؤخرا في كورنيش مدينة طنجة وحسب فئات واسعة من المجتمع فإن المسؤولية عن هذه السلوكات تقع على عاتق النساء المتعرضات للتحرش أنفسهن بسبب نوع لباسهن في المقابل يرجع حقوقيون وخبراء نفسيون واجتماعيون تفشي ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء إلى سيادة عقلية ذكورية تعتبر الفضاء العام حكرا على الرجال وترغب في تقييد حرية المرأة وأمام ارتفاع الأصوات المنددة بتفشي الظاهرة قامت الحكومة السنة الماضية باعتماد مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يجرم فعل التحرش الجنسي مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب وينتظر مصادقة مجلس المستشارين يعتبر مرتكب التحرش الجنسي كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية عبر مختلف الوسائط المكتوبة والمرئية والمسموعة ويقترح المشروع عقوبات تتراوح بين الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة مالية في حق مرتكب التحرش عقوبات تتضاعف في حال ارتكاب التحرش من طرف زميل في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام في الفضاءات العمومية أو غيرها ويرفع المشروع العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة أكبر في حال كان مرتكب التحرش الجنسي أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له أو إذا كانت ضحية قاصرة عقوبات من شأنها ردع العديد من المتحرشين ولكنها تبقى غير كافية للتصدي للظاهرة في ظل ضعف ثقافة احترام حقوق المرأة في المجتمع والتطبيع المجتمعي مع التحرش وهو ما تحاول بعض الجمعيات التوعية بخطورته سأبدأ النقاش معك سيدة أميما عشوني بداية هل وفقنا في طرح السؤال؟ هل فعلا هناك فئات واسعة من المجتمع تعتبر بأن المرأة تتحمل جزءا غير يسير في تعرضها للتحرش وحتى الاغتصال؟ شكرا على الاستضافة في هذا الموضوع اللي تهمنا كنساء وفي هذا الضرفية اللي عددنا يوم 25 نوانبر اللي هو اليوم العالمي لمنهضة العنف ضد النساء موضوع اللي هو اليوم على طاولة النقاش شكرا لطرحات السؤال لأن اليوم كنت نلاحظوا أن المرأة دائما تتكون هي اللي هي السبب كانت متزوجة، كانت غير متزوجة ترتدي لباسا معين، محتشم، غير محتشم كانت في الفضاء العام، كانت في الفضاء الخاص دائما تلومها هي السبب في التحرش الجنسي بينما الحقيقة والواقع هي أشياء أخرى وقعدنا عدة مداخل نقدرون أن تحدثوا عليها المدخل السوسولوجي، المدخل بسيكولوجي، المدخل التربوي كيفاش هذا الرجل وهذه المرأة تربوا في هذا المجتوع باش يوصلوا لهذه السلوكات واشهدك للإنسان الرجل واش عنده سلوك اللي هو سوي باش أنه يعرض هذه المرأة للتحرش في مفضاء عام بعض المرات كان المتدخينين اللي يتحاميوا على ذاك المرأة وبعض المرات الناس لا نساء ولا رجال بالنسبة لهم شيء عادي وطبيعي هذا الشيء غير معقول وحنا عشنا في هاد سنة هاد أشهر المتتالية عدة ظواهر اللي تحزوا في النفس ظاهرات الحافلة، ظاهرات إنزقان لأنهم ارتدوا صايت ظاهرات عدة نساء اللي تعرضوا للتحرش والاغتصاب لأنهم كانوا في وحد الوقت معين اللي هو عادي مرأة خرجت تشتغل باش تجيب قوت اليوم، ركبت في الحافلة، ولا في الليل، ولا في النهار ورجع على دارها، لماذا ستتعرضوا للتحرش؟ هل هي بحثت عن هذا التحرش؟ هل هي الهدف ديالها أنها تمشي تقرأ، تمشي تخدم، لا تبحث عن هذا التحرش؟ تريد أن تزاوي لمهنتها وعملها ودراساتها باحترام؟ هذا حق من حقوقها، حتى وإذا كانت خارجة تقلس مقهاء أو تمشي للسينيما أكيد يعني مسألة تحميل المرأة المسؤولية للتحرش، إحنا بحثنا، قلت بأن فعلاً فئات واسعة تقول بمسؤولية المرأة في تعرض ديالها للتحرش إحنا بحثنا على أشخاص، ولقينا أشخاص كيتبنوا هذا الطرح مشاهدينا وحاولنا جاهدين أننا نقنعهم باش يجيوا لهذا البلاتو ويرافعوا على هاد الفكرة اللي هي يعني فكرة كيتبنواها كيتبنها فئات واسعة وما قبلوش علاش في نظرك لا إيمال ياقوبي علاش في نظرك ما معاناش شي حد اليوم كيدفع على هذا الرأي الذي يقول به كثيرون وكيعتبروا بأن المرأة المتعرضة للتحرش تتحمل مسؤولية في ذلك وحتى المغتصبة قد تتحمل مسؤولية في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكركم على استضافة مجددا هو أنا قبل أن نجاوب على سؤالي بشكل مختصر أنا بصعيبة لي أن تحط في بلاست وحد أخر ونقول علاش ما قدرش يدفع لطرح دياله في نظر أي واحد عنده واحد الرأي ولا عنده واحد الوجات نظر خصوية حميل مسؤولية فيها ويكون كي قادر أن يدفع لها إلا كان مقتنع بها ولكن أنا بغيت غير نطلق بالنفس السؤال اللي ترحصي الأستاذة هو كيفاش واش سؤال هو المعلان هناك فئات واسعة في المجتمع تقول بمسؤولية لا أنا كنترق واحد للفكرة والقناعة الشخصية هو أن أي ظاهرة في المجتمع يمكنش نحمل مسؤولية فيها لطرف معين في المجتمع وخي يكون اللي يمرسها رجل أو اللي يتضحية ديالها مثل رجل ولا الضحية ديالها مرأة أو اللي يتمرسها مرأة أي ظاهرة هو الظواهر للمجتمع يتحمل مسؤولية فيها المجتمع أساسا والقيم اللي يتضر في المجتمع بالطبع الحال أنا أبغش قبل ما أرى ما هو رضعي في القانون هنا عندنا معادلة واضحة عندنا جاني وعندنا ضحية كيفاش نفهمه وحد العقليا اللي كتعتبر بأن الضحية هي المحردة على الفعل وبأن الجاني هو مجرد فائد أنا غير أنا الفكرة أنا شنو طبعا هذا نتاج مجتمعي مجتمعي دير قيم فهي نتاج مجتمع هي ديرو حد عدد من القيم اللي كينا في المجتمع لأنا أنا كان نقش الموضوع بشكل قيمي بشكل عدد على مستوى الأفكار على مستوى الأخلاق على مستوى التربية اللي كانت تربوها إحنا لا تكلمنا لأن كي ناس ما كيبرروا التحرش مش غير رجال الذين يبرروا التحرش هناك نساء يبررنا التحرش وهنا مشكل يعني Museum того وفلا نكون نسائل قيم لأن ربما هذه المرأت عندي سؤال مباشر وش الفتيات المحجبة ما كيتعرضوا شي والتحرش بما أن من الشكل بقول بمسؤولية المرأة من خلال لباسها وش الفتيات المحجبة ما كيتعرضوش للتحرش لا شيء تعرضوا للتحرش ع emotional قالت لك أن هؤلTFCould هاللباس يحمي المرأة من التحرش لباس وش النساء المحجبة يتعرضنا للتحرش يتعرضها للتحرش واش نساء غير محاجبات يتعرضنا دائما لتحرش حتى هذه نسبية لأنه على سبع أو تاني المجتمع القيامي كنقولك أنه فكرة هي مرتبطة بمجتمع وبالقيم فيه وقدرة هذا الإنسان على احترام الآخر واحترام مع المعتقد دياله سواء كان مرأة أو كان رجلا بشكل عاما كان عبر عليها بشكل قيمي سواصل النقاش معك سيدة عائشة حاليم واش عندنا بروفايل للناس اللي كتبناوا هذا الموقف الذين يقولون بمسؤولية المرأة واش يعني جيل أكتر من آخر واش النساء كما قالت سيدة إيمان ياقوبي هن عدوات النساء في هذا المنطق أو أن رجال هل هذا الجيل يعني الصاعد هو أكتر تشبتا بهذه الفكرة وانتصارا لها أو أنه يعني كين نوع من المراجعة في هذا المنطق اللي هو منطق يعني يكاد يكون منطقا يتحدثوا به يعني الجميع عندما يتعلق الأمر بالفعل الأختي إيمان عندما نشرح مسألة التحرش الجنسي أولا يجب أن ننظر إليها باعتبارها مرضا مرض يموس جميع شرائح الاجتماعية بمعنى أنه في الوقت الذي نتحدث فيه عن هل أن الأمر يختلف من جيل إلى آخر أكيد أننا ننطلق من خاصية لا يمكن أن نعمي ما فيها بمعنى أنه لا يمكن أن نعمي بأنه جميع الرجال يتهمون المرأة وليس جميع النساء ولكن الأخطر فيها أن هناك جزء ونسبة مهمة من النساء يتهمن النساء من هذا المنطلق على اعتبار أن اللباس يشكل أحد المفاتيح الأساسي للتحرش في حين أنه الواقع يفرز شيئا آخر يفرز أنه بلباس عصري بلباس بمعنى أنه بالحجاب النقاب التقليدي يمكن للمرأة أن تتعرض للتحرش إذن بالتالي الأمر الذي يحين إلى وجود أزمة إلى وجود مرض ينخر المجتمع وينخر العلاقات بين النساء والرجال في مجتمعنا أعود إليك سيدة أميمة عاشور حتى الجهات الموكول إليها أحيانا إنفاذ القانون قد تتبنى هذا المنطق يعني تقديم الشكاية في حال التعرض للتحرش أو الاغتصاب قد يقابل بعبارات من قبيل علش كنت يتم في هذا الوقت شمال لباس اللي كنتي لابساه دخلوا لديوركم حتى الجهات الموكولة لها إنفاذ القانون وبالتالي كتساهم ربما في التكريس هاد العقيدة الموجودة عند فئات واسعة من المجتمع مني إنسان كي تتحرش بإنسان آخر مني إنسان ما كيحترمش هذا العقد الاجتماعي اللي تنعيش فيه تيدخل في حلقة الأسداد ضرابات نفسية ولا عقد عقد لي كبر عليها مني هو صغير وما عارفهاش ما حش بها وتيفرغها في المجتمع بوحد طريق بالنسبة لها عادية لأنه في المجتمع دالو في المحيد دالو القوانين ما كيناش ما تتحميش هذك الإنسان اللي للأسف تعرض للتحرش إذن هذك المتحرش تقوم بها المرة الأولى المرة الثانية تحد ما تيهضر معه تيكمل في مكان اللي هو مكان العمل خاص في مكان اللي هو مكان عمومي عام في كين أرباب العمل كين مضارة اللي عنده السلطة كيستعمل السلطة في المنزل مثلا خدام البيوت إذا كانت عندك واحد سيدة كتعاونك بعض المرات لأبد الأسرات يتحرش بدك سيدة اللي يجاء التعاون الزوجة دالو ولا عدنا عدت أمثلة اللي هي تؤسف وتقلق وللأسف أسد إيمان الجانب القانوني وحتى الجانب اللي تحتي عليه ما تيمكنش أن السلطة تدخل للأسر باش تشوف هذا العنف وهالتحرش اللي يكون وسط الأسر هنا ريف الفضاءات العامة يعني ريف الفضاءات العمل الفتوحة ريف الشوارع ريف الأزقة بحال المشهد اللي يشفناه ديال تحرش جماعي كيف ممكن أننا فتاة تكون في الشارع وتعرض لتحرش جماعي يعني ماشي فرد واحد اللي مريد هنا رأى مجتمع كله مريد رأى كين الناس اللي هما غير سويين رأى أستاذ السوسيولوج حضرة معنا كين إنسان سوي كين إنسان غير سوي هو ما ما ترباش في واحد ثقافة احترام الآخر احترام المرأة كيف تربابني هو صغير عنده واحد المعتقدات واحد القيم أخلاقية وللأسف للأسف تكبر فيها الفرق بين البنت والولد الفرق بينه وبينخته الفرق بين خالته وحبيبه يحترم حبيبه كتر من خالته أنا تربيدك الوليد أنهله ويحترمه يحترم خالته ويحترم الأستاذة يحترم الصديقة دعله ويحترم الزميلة ويحترم الخطيبة ديله والزوجة دياله وغد يكون لك ساعدنا مجتمع لي ويحترم النساء بطريقة أفقية لأن التربية لديك الطفل نهار الأول رباته على احترام المرأة والرجل بطريقة متساوية سيدة عيمان اليعقوبي مسألة دي لأن القانون اليوم عندنا وحد مشروع قانون جاب لنا التحرش كجنحة يعاقب عليها وعندنا عقوبات من شهر حتى ست شهر وعندنا كذلك عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات في حين تعال يعني عندما يتعلق الأمر بقاصر أو عندما يتعلق الأمر بشخص من الأقارب المدخل القانوني قد يغير هذه الفكرة أو أنها ستصطادم يعني إعمال القانون سيصطادم بهذه الفكرة وبالتالي هذا الجهة لم يكون لها إنفاذ القانون لن تأخذ الأمر يعني على محمل جد الفكرة هي هي اللي أنا بديت بها هي فكرة جالسون قيم لحنا نعلم لبلدنا واش نعلم لهم حتى رام كرامة دي الإنسان كان رجل وكان مرأة وبالتالي هاتشي كيمشيل كيكون الرجل عنده واحد القوة واحد السلطة كيمشيل كيحتار من الكرامات دي لذلك ربما ذلك العنصر لأضعاف إلا كان أستاذ غادي مدير الشركة غادي حتار من ذلك الإنسان اللي يخدم عنه ولكن في نفس وقت طبعا الحلقان المهم لأن الردع حتى هو مهم وردع أيضا حتى هو كي أدي لأن أحيانا بعض القناعات كترترب عند الناس وعند الأجيال وكينا بعض الأمور يعني بعض التخوف كي ترتب ولكن الفكرة هي المشكل فين كيكون فأن هذا الإنسان اللي هيطبق القانون كيكون فيه أحيانا المشكل لأنه هو نفسه كيكون عنده واحد المعتقدات ما مغيراش وأحيانا يقدر يكون واحد لابو من هذا القانون من طرف واحد طرف آخر وهذا أو تاني مشكل يعني أتشيش كنقوله أنا كنقول القانون هو مهم جدا جدا ولكن خاصة ضروري يكون واحد منظومة متكاملة يعني جميع المساهمين يقوموا بأدوار ديرهم سواء المساهمة الشريعية مساهمة الإعلامية يعني مساهمة الإعلام حتى يقوموا بأدوار ديرها لأنه نحن خاصة نصنعه واحد مجتمع ما يصنعش فقط من قانون هذا موضوع خرج من دائرة الطابو منذ سنين وكين جهودات تبدل وكين ربما التربية الآن اختلفت على التربية قبل مع ذلك نعيد إنتاج يعني نفس المشاكل ما زال نفس العقلية تتحكم فينا وكين مشكلة على مستوى الاختيارات التربوية كين اللي كيعتبر بأن المرأة مسؤولة ويعني ويعضت ذلك بالمرجعية الدينية بما أنها لا تلتزم باللباس الشرعي كيفاش غادي نقاربو هاد الاختيارات على مستوى التربية واش حرية اللباس وتواجد المرأة في الأماكن العامة هي ما تزال مسألة يعني غير حصومة احنا كينا واحد سؤال ففهم ديال الدين في حدات وعني واش الدين حينما نربي على أن الدين ينطلق من ويصاية ولا ينطلق من الحرية هذا مشكل يعني هذا الإنسان اللي كي ربي أنه المتدين خصوية مرس ويصاية الأخت دياله ولا الأم دياله وره هذا رهنا مشكلة يعني إنسان ما فهمش الدين يعني الدين كيقول كي الدين ينطلق من منطلق أنه الإنسان حر عنده واحد القناعات وكي خصوية تحمل في المسؤولية وكي مرسها كي مرسها عن قناعات شي عاش حنا دا باش ندخلوا في الدين كي مراش ندخل يعني مشي فقيها ولكن الأحكام التي تفد دينية اللي كتتخرج الحر الماشية اللي كتخرج لي مشي حر لأنه الفكرة يعني واحد الوقت كانت لعبودية وما كانش الله سبحانه وتعالى يحمل إنسان ما عنده حرية دين ومسؤولية التي يحمله الحر لأن الحر عنده مسؤولية أكبر بالتالي ينطلق من الحرية هي واحدة الفكرة أساسية في العبادة وبالتالي هي هذه اللي يخصنا ربيه لها الإنسان لأن أنا مسلمة نقدر نكون واحد المجتمع المتعدد في الديانات ويكونش واحد مسلماش ينفرض عليه اللباس دي ما نفرضش عليها مثلا أن هذه الحجاب ولا وحدة عندها قناعتها وحدة ربما هي مسلمة ولكن عندها قناعتين مش هتفرض عليها وحد يعني الفكرة هي أنه تكون قادر نقدرون نربي الشباب دينا لأنه نحترموا حرية لآخر في الاعتقاد حريتهم أنه في التعبير على الاعتقاد ديناهم عن طريقة عدد كبير من التعابير سواء اللباس سواء مثلا تعبير اللفظي سواء يعني يكونوا الناس يقدروا على القناعة ديناهم وحتاج القديد تحرش وتعبير عن الوطن المفروض ما عنده تعالق بالواقع معك من الأسف الواقع يمشي في واد آخر لا أنا باش نقولك الواقع أنا بغيت نركز على القضية إحنا الإشكال دينا أنا كانت صور أنه كين واحد إشكال أيضا تعالى مستوى واحد النخبة والعالم المتخصصين أنه ما كينش واحد دراسة عميقة جدا بين المظاهر في الماضي والمظاهر في الحاضر ونشوف مشكلة أنه إحنا غير لأن وسائل التعبير أصبحت أكثر حرية هذا شيء بدكيباً أكثر ولا ركين هذا شيء في تفاقم لأننا لحد الآن للأسف بالمعدة كدير السوسيولوجيا بما أنك هناك معنى أستدعيشة حليم واش فعلاً هاد مواقع التواصل الاجتماعي أو لا هاد التكنولوجيا هي اللي خرجتنا مشاهد بحال هذه اللي شفناها في الروبرتاج يعني ديال هاد التحرش الجماعي ديال الواقعة ديال الفتاة الحافلة وبإن هاد شيء كان في أمسينا أو أننا ننتكسنا لأن هناك من يتحدث على أننا افترت سبعينة والثمانينة يعني كان فيها واحد لها مش كبير ديال الانفتاح وديال الحرية في اللباس وتواجد النساء في الفضاء العام هل هاد شيء صحيح بالدراسات السوسيولوجية؟ بالفعل أستاذ إيمان تواصل مواقع تواصل اجتماعي وكل آليات التواصل المتاحة اليوم أمام أفراد المجتمع سهمت غير في تسريع وطيرا ديال الانتشار بمعنى أنه لا يمكن القول بأنه حتى اليوم فقط كانت هذه الظواهر هذه الظواهر كانت دائما في المجتمع فقط أنه أحيانا كانت تعيش في صمت كانت تعيش في الظلام ما يمكنش نهضره إلى مجتمع سبعينيات والثمانينيات ونقوله كانت تحرش جماعي ولكن كان هناك تحرش دائما لأنه أولا هي حالة مرتبطة بالإنسان واحد ثانيا أنها مرتبطة بالضعف أكثر من ذلك أنه المدخل التربوي مهم في الإتجاه قنوات التربية وتأثير ذي لها في الأفراد فيما مضى لم تعود لها ولم يعود لها نفس الواقع اليوم هذا من جهة من جهة ثانية عندنا المدخل القانوني المدخل القانوني لا يمكن أن نقول بأنه القانون سوف يحل جميع مشاكين ولكن على الأقل المدخل القانوني في اللحظة التي سوف نعمل فيها على الإشهار وعلى التشهير بأن هناك حالات من التحرش بمعنى أنه سوف ندفعه الآلية القانونية للإشتغال بطريق سليم ولكن من الذي يصهر على هذه الآلية القانونية من الذي سوف يؤدي إلى تحقيق أو على الأقل يعادة الاعتبار للضحية هم رجال ونساء أيضا دم تالي أهل هن وهم متشبعون التقافة التي سوف تجعل بالفعل من الإنسان في كينونته الإنسانية ألية للإحترام لأنه الإختصاب شنو هو عندما أغتصب حرية الآخر عندما أغتصب هدوء الآخر في الحديقة العمومية في السينيما أغتصب حرية الآخر تعتبرون بين التحرش هو اقتصاب في نهاية المعطف هو اعتداء هو اعتداء لأنه فدك التحرش بمعنى أنه الوضعية لهدوء التي أكون فيها بمعنى أنه يزعجني ويخترقها شخص آخر غير مرغوب فيه في غالبية الأحيان يكون طبعا رجل إذن بالتالي هذا الغير المرغوب فيه إذن يزعجني بشكل من الأشكال إذن بالتالي يطرح علينا السؤال في الحماية بمعنى أنه نعم للقانون ولكن قبل ذلك علينا الوقاية ولهذا الوقاية تمر وعبرها نعم في أوساط الناشطات الحقوقية المرافعات عن حقوق النساء مشاهدين فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ثاني أجزاء أزمة حوار أرجو أن تتفضلوا بالبقاء أهلا بكم من جديد طرحنا في بداية هذا العدد سؤال لماذا تحمل فئة واسعة من المجتمع المرأة مسؤولية التعرض للتحرش بل وحتى الاغتصاب ويبدو أننا ما نزال مرتبكات في إيجاد جواب لهذا السؤال الذي سيظل مطروحا نعمل أن يكون القانون أن يحمل عنصر ربما تغير هذا الواقع ولكن القانون ومنطق القانون اللي ما زال يناقش وخصو يزيد يتناقش ومزيد المستشارين ما أنتم مش راديين عليها بالمطلق يعني في الجزئية المتصلة بالتحرش القانون جاب عقوبات من شهر إلى ستة أشهر تقدرت وصلتها لخمس سنين ويتحدث عن التحرش يعني هذا في حداته خطوة كبيرة إلى الأمم اليوم لعرف المتحرش بينهما قد يلاحقوا بالقانون شنو المشكلة لهذا القانون يمخلكم مرادين شايا هو القانون راها بمجمله ما غير ناخدهش بما أننا كنت تكلمه على الجزئية للتحرش هي أكيد لنسألة ذا الإدماج التحرش في قانون العنف هو شيء إيجابي ولكن راها القانون راها لا بغينا نتحت عليه لا أسمحتيها الأخت إيمانا نتحت عليه بمجمله لأنه لأن التعريف مهم لأن التعريف ما كانش في القانون تعريف العنف الجسادي بسيكولوجي الاقتصادي السياسي هذا هو مبادئ اللي هي معايير الأمم المتحدة اللي هي بازيك بالنسبة للتحرش راها هو اغتصاب لفضي كي بدأ بالاغتصاب لفضي ولا الإنسان ولا الإنسان اللي قدمك ما بغاش يمشي معك راكت تتحول من اغتصاب لفضي إلى أقوال قدحية وإلى أشياء اللي هي تؤدي إلى اغتصاب حقيقي بما أنك تقس له الحرية دياله وكتدخله في الحرية دياله راها ما تيخلكش أنك تزيد بعيد في ذاك الحرية منين أرجعوا للقانون كان بعض الأشياء اللي هي منتقدة في القانون هي مسؤولية أعوان وأنفذ القانون ونيابة العامة ما كتعتش واحد المساحة لنيابة العامة باش مرخا كتمشي كتتعرض للتحرش نعطي مثال باسط باش المشاهدين يفهمونا كتتتعرض للتحرش كتمشي عند المركز الشرطة تتضيب بالأقوال ديالك تيقول لك وانت علش كنتي في ذاك الوقيته ولعلش كنتي لابس ألوك يخصو ياخد ما كيش القانون اللي تيقول له خد ذاك الأقوال ديالك سيدا ونبدو المسطرة ونبحثو ألوك في دول وحد أخرى را بمجرد تحرش را الجيران اللي كيعيطوا الشرطة ولا تعيطوا المسؤولين وتياخدوا المسطرة بأوتوماتيك مش يخصي تجيب الاس ام اس ولا تجيب الانجيسترمان ولا تجيب لا تجيب را غير اللفة أن المراكة تتقول أنا تعرضت لتحرش تاحد ما غير يبغي تعرض لتحرش تاحد ما غير يبغي يمشي يقول شي كيلي قدر يعتبر بأنها شكاية كيدية وبالتالي ربما هذا هو منطقة شديد أغسنا نحميو هاد المرأة في وسائل إتبات إن المرأة خرجات لسوق الشغل مش يعاد هاد السنوات را مش حالة أنا الوليدة ديالي شحالة دي خرجات ودبا خرجت تقعود عادية كانوا يعيشوا حياتهم بطريقة عادية في المجتمع المغربي ما كانش تحرش في الزنقاء كان الاحترام كيحترمك سكنة في ذاك الحومة سكنة في ذاك القرية سكنة في ذاك المنطقة كتشتغلي في واحد المنطقة تحترمك كتدوز من الحومة ما تيهضر معك شي حدا با بنت الحومة ولا بنت ذاك المنطقة ما تيحترموكش فبالأحرى الناس اللي ماشيين تفل بيئة ديالهم هاته كله يرجع للتنشئة كيفاش تربى ذاك الشاب ولذاك الشبف ذاك التنشئة نرجع للقانون هاي قاعد سيدة مشات ادلت بتصريحات ديالها راح تخاف على رأسها تخاف على رأسها كيفاش غادي ترجع لانها ترجع لبيت الزوجية ولا ترجع لمقر العمل ديالها ولا غا ترجع عندك المتحرج وغادي ينتقم منها لان القانون ما تيحميها جاءنا نقول بان اليوم خصنا قانون صارم يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية الدولية اللي يصنع لها المغرب قبل سؤولتي واحد سؤالي وهو مهم ماشي غير القانون والتواصل الاجتماعي اللي ساهمت في هذه المسألة اليوم حركة النسائية قامت بوحدة مجهودات متعددة وباش وصلنا الواحد دستور في فصل دلو 19 كيف يعتقل المساوات بين النساء والرجال وكيف مواتق دولية اللي يصنع لها المغرب ورفع تحفظات كيف يعتقل بالمجتمع وانا عندي اليوم ربما محامي الشيطان بما أنه ما حاضرش معنا يعني الصوت الآخر من الجرس كيف يعتبر بأن الجمعيات النسائية وتنظيمات النسائية ممشاتش بإيقاع المجتمع وبغير تفرض عليه واحد الإيقاع معين واحد التصور معين وخلقت واحد النوع من العداء وهي اللي ساهمت في أن هذه الفكرة تحميل المرأة المسؤولية تزيد ترصخ أبدا المجتمع المدني تقوم غير بالدور بعدها المجتمع المدني تساع لأنه كان القوانين كان مؤسسة اللي خصوهم يقوموا بالأدوار ديالهم عندنا المؤسسة اللي خصوهم ينتجوا القوانين الوزارة اللي هم خصوهم يحميوا هاد المرأة لأنهم عندهم هاد الوصاية ومجتمع المدني تيعاون وترافق وكان مواثق دولية اللي هي مسنين عليها وكان تحفظت للترفعات في العنف في السيداو إذن خصنا ناخد قانون اللي تيأخذ بعين الاعتبار معايير الأمم المتحدة وكان قانون تيحميها هاداك السيد غايفكر تلسل المرأة قبل ما يتحرش بها ولا يضربها ولا يعنفها لأنها هي عندها قوانين وعندها حقوق تحميها بحلف دول اللي هي احنا عارفين في حال كندا بحلف السويد المرأة ما يقيسهاش لأنه غايعرف بأنه غايتحمل المسؤولية بينما احنا هنا ما تعرفها ما تتربطوا بها حتى شي علاقة وأنه تيقوم بعض الممارسة اللي هي تخجيل تخجيل لأنها تعتبر بأن المرأة منحقوا أنه يتحرش بها منحقوا بنا أن خرجات الفضاء العام يدير اللي بغى هذا الشي ماشي حقيقي المرأة خرجات لأنه إحنا من هنا صغار تقولون نقرأ وباش تولي في واحد الستاتيو سوسيال اللي غايمكنكم أنكم تبدلوا الأشياء أنتي كتقرأ وكتمشي للجامعة ومبعد كتمشي تخدم وفي طريق ديالك إلى الأماكن اللي بغيت تغير بها المجتمع كتتعرض لتحرش هذا لا يؤقل الراجل خصو يعرف أن المرأة ما بقاتش غلصة في الدار واللات كتتخرج من الدار باش تزاول بحاله الأشياء اللي هي ما نوطأ إلها من الشي معين هتقرأ هتخدم هتتكمل الدراسة دياله وقد تنخرط في المجتمع المدني وقد تنخرط في الأحزاب وقد تهيئت بغيت تغير الأشياء في الدولة ديالا لأنها شريك الرجل لأن الدستور ديالنا تقول المساوات بين النساء والرجال طيب أنا هنواصل هذا كل مهمة ديالي اللي خديتها على عاتق ديالي لأنني يعني محام الشيطين بين قوسين ألاش هالنساء وغنرجع لك سيدة إيمان ياقوبي ما يحميوش أنفسهم بأنفسهم مدام الدولة ما زال ما قادراش أنها تحميهم من التحرش وهما يلتزموا في لباسهن وفي تواجدهن في الأماكن العام ما يرعيوا هما يحميو أنفسهم هما يديروا لباس بعيد كل البعد أتصور بأنه سيكون في شكل إنيفارم لأنه سيكون شيء إنيفارم يعني ما عرفتش المواصفات دياله ويرعيهم ما يتعطلوش بالليل ما يمشيوش شنو بل لك هل عيشة فهت خريجها الآن تدقين نقص الخطر بإعادة إنتاج مجتمع لا أنا كنقولها بصيغة تهكمية وكأن نساء تحمينا أنفسهم بالفعل بما أن الدولة بقدرها أكيد بقدر ما نهني أنفسنا بوجود قانون إذن أرضية قانونية على الأقل نرتكز عليها وبمعنى أنه على الأقل سوف تجعل الجاني أمام صورة اللي هي واقعية بالقدر نفسه نلقى أنفسنا أمام شنو هي إمكانيات التطبيق في الحالة التي سوف نبدأ فيها بتطبيق هذا القانون لأنه ما الذي سوف يطبيق هذا القانون في نهاية المطاف هو رجل وعندنا الحالات التي وصلت فيها الضحايا حتى الرضاهات المحاكم إذن يقول لها القاضي لماذا تكذير في هذا الوقت تم إذن بالتالي أكيد أنه الأمر لا يمس جميع الهيئات القضائية ولكن لأنه القاضي يكون في نهاية المطاف المحامل أستاذ الجامعي وابن المجتمعي ابن التربية التي جعلت من تحرش مسألة طبيعية في المجتمع بين مزدوجتين لأنه في تمثلاتهم طبيعية هذا من جهة من جهتين ثانية وإن الأمر مرتبط هنا فقط بكون أن تحدث عن تحرش فيه وقاية وانتهى الأمر بالفترة التي سنوضع فيها شكاية في الكوميسارية على الأقل إذن في المؤسسات الأمنية رأي يمكن تعرض للتحرش والدراسات السوسيولوجية التي أنتجت من طرف العديد من البحيثات والبحيثين أبرزت ذلك هناك مرأة استنجدت بشخص وعندما حكت من حكت للقصة والمعاناة التي لقيت انتلقها من اغتصابها من طرف الشخص قال لها إذن إذا بغيتين باش نوصلك إذن أجحت بمعنى أنه حتى يمارس عليها الجنس واغتصاب آخر بمعنى أنه هذا يحقق لها الرغبة هذا المساومة كتعني ماذا؟ كتعني أننا ما زالين في مجتمع ذكوري ومجتمع كتعيمن فيه نظرة للمساواة ما كنتشوفوش إلى المرأة باعتبارها نصف المجتمع وإن كانت إحصاءات دي 2014 كتعطينا نسبة النساء في ارتفاع بمعنى مقارنة مع الرجال إذن هذا نصف دي المجتمع اللي هو منتج لماذا نعمل دائما على تحبيط وعلى وضعية وضعية إحباط كيلقان أنه الأمر أيضا أما هذا القانون سؤالية أكتر من ذلك هو أن يصبح في داخل كل آلية تنشيء أو تربية التي نتنقاها في منظومة القيم التي أخذت بعدا اللي هو عكسيا من منظومة القيم التي تحترم الإنسان بشكل نحن سواسية نساء ورجالا ولمشينا التسطير اللي في الدستور شوكي يقول لا يوجد تمييز بين الرجال والنساء بمعنى عندما نتحدث عن رجال والنساء نتحدث عن الأطفال يعني منذ الأجنة لانتالي هذا التحرش الذي يطال كل شرائع يطرح الإشكال كبير نحسم معها أعلى معدلات التحرش رحى كينا في أفغانستان وكينا كذلك ربما بش نتكلم على بلد عربي ومصد نحن نشوف حتى اللباس يعني صعيب نعتبره بأنه في هذا الخانة ديال إطارة الغرائز وكلاميلي وما كله أضعه بين مزدوجتين سنوصل معك سيدا إيمان لياقوبي عندنا هذا بقانون ولكن فيه بزاف ديال المؤخدات خاصة تطبيقوا تمشي الفتاة تشكي تقتنع بجدوى أنها تمشي تشكي تجيب وسائل لإتبات واش النساء غادي غادي يمشي ومحملات بكاميرات وهنا في الفضاءات العامة وفي العامل وفي المدارس وفي كذلك داخل ربما البيوت كنت تكلموا على أن خياراتنا التربوية هي اللي كانت غير موفقة وهي واللي وصلتنا اليوم كيفاش نخرجوا من هذا كيفاش نغيروا كيفاش هاد السؤال ما بقوش نطرحوه في نقاشاتنا حول التحرش ديال أن فئات واسعة من المجتمع تحمل المرأة نسو الفكرة الفكرة بعد اللي بغا نطلق منها اللي فيها شوية ديال الخسلاف مع الأستاذات هو أنا لا أنطلق أبدا منطق ديال السرع ديال شيطانة الرجل مياه في المياه لأنه في نص الوقت القانون عندما يضع يضعي رجل وتضعي مرأة يعني كيكونوا نساء عدوات للنساء نحن نشوف قناعات إنسانية يعني أنا ماشي مع منطق ديال المنطق الصراع والشي هو الفكرة ديالنا عندما ندافع عن عن حقنا نحن كنساء فنخصناش ندافع لحقوقنا منطق الصراع مع الرجل لأن الرجل شيطان لأن في عملية تنزيل هنحتاج الرجل ونحتاج المرأة في نفس الوقت بالتالي أنا ما كنترقش من أنه الرجل دائما ملام يعني الفكرة هي أنه تحديث على أن هناك رجال يتعرضون للتحرش ما بغينا نحميهم بهذا القانون هذا من جهة من جهة أخرى على مستوى القانون باش مشو القانون القانون هو واحد العملية ديت التطوير مستمرة لأن القانون ما يمكنش نحطه واحد القانون وغادي نخليوه كيف ما هو ضروري القانون نطوره دائما وأبدا بالتالي ما يمكنش نهضره على قانون أنه هيكون من الأول بغفة من الأول يعني ضروري هيكون واحد البداية أصلا نحن ما كناش عنا أرضية قانونية بلتالي كنا نتعامل دون قانون بعد بداية تنخص يكون عنا قانون باش يكون عنا قانون نطبقه نقومه واحد عملية للدراسة ديال ونبدأ ديال وشها بعدها تطبيق ديال قانون هل أجد هل وجب واحد النفع ولا لا ولا لا ما جبش واحد النفع عاد نطوره إضافة لأن القانون خاصة يتطور مع تطور كيف مقنى المجتمع لأنه القانون اللي كي يحترم يجب أن يكون منطلقا لمعتقدات المجتمع وتشي لاش بعد مرات فاشك تلقى أن المعتقدات المجتمع غير مؤهلة لفهم هذا القانون خاصة تتخدم على المعتقدات تتخدم على القيم واللي غد يرجع عاو تاني على الفكرة ديال شكون هينزل وشكون لها يحتل القانون لأن الفكرة هي أنه ما يمكنش تدروح القانون للمجتمع ما يلقاش فيه ذاته ولكن في مسلوقة ما يمكنش يكون متخلي في مية في مية بالتالي الفكرة هي أنه كيفاش تدروح القانون الوسطي كي يشترش هذه الفكرة لا إيمان وكيقول بأن القانون يجي وينغل والمجتمع لأن في بلدانة أخرى وديما كنترحوا لاش المرأة محترمة ولا تتعرض للتحرش بنفس الطريقة التي يتعرض لله النساء لي تتعرض للتحرش ولكن هذا وسيد والذجر هو والغدع هذه الأنسان الذي لا يتحرش بالمرأة في واحد المجتمع start المجتمع آخر وليست القانون ماذا يتحرش بالمرأة فكرة هو تربيته ربع القانون ربع قانون ربع ق 해야 ربع اعلام ه احنا مشكلة انا انه نقول ته مشكلة وليو انا هذه النقطة ما بغتش نمشي في هذا بل لأننا حتى يمسج لها ولكن الفكرة بعدها غير باش نمشي في القانون القانون يجب أن يكون كي يحمي الطرفين لأننا نخاف واحد لحظة ندروح القوانين المتطورة جدا ولا تحفظ كرمات المرأة بشكل كبير مشي كتحفظ كتحمي المرأة بشكل بشكل جيد جدا وكبير كبير كبير جدا وتولي فيها استغلال من المرأة لأي مرأة تقول لك تقول لك كنخافوا أنا ما كنقولكش أنه ولكن هناك واحد أنا مشي كنقول القانون لا يجب أن يكون متطورا لا أنا مع الفكرة غري خاص ضروري عندما نتكلم عن القوانين هي باش قتلك ما خصناش نتكلم عن القانون بمنطق الصراع بمنطق أن نطلقوا من فكرة أن القانون هو أن الرجل دائما شيطان لا ننطلق من القانون وضح الفكرة ديالك لنأخذ تفاعل لأننا نحن نتطرفين منه شنو التفاعل ديالك أبما مع هذه أستاذ إيمال غير فيما يتعلق بالنقطة ديال شيطان التراجل بمعنى لا أعتقد بأننا اليوم في هذا السياق خصوصا أنه معنا مناضلين في الحركة الحقوقية كانوا بمعنى أنهم الأسواد القوية للدفاع واللي من أجل وضع قانون فقط المسألة هي مرتبطة شنو هي نسبة الرجال نحن اليوم بصدد أخذ التأر من تاريخ بمعنى تاريخ الذي لم يضع فيه قانون من أجل حماية النساء من تحرش اليوم فقط بحال غير بغن ندير الموازنة من أجل إعادة الاعتبار ولكن ليس على حساب أي طرف إنه أصلا نؤمن في مجزئة لكنا نؤمن بالقانون فالقانون من أجل المساواة فلا يعقل أننا اليوم كنهضروا على المساواة وفي نفس الآن غنقولوا يجب إقصاء طرف آخر نسألة نقطة تانية أستاذ إيمان رجاء أن نرى أن هناك مشكلة في المجتمع القانون مهم جدا ولكن بينه المسافة لموجود ما بين القانون وثيقها بروحها بفصولها إلى غير ذلك مسافة زمنية التي هي كبيرة جدا بينهم بين الوعي المجتمعي تلترى هذا الوعي المجتمعي على مستوى تمتلاته بعد أولا للمرأة للمرأة كجنس نعم نحن جنسين مختلفين ولكن التربية يعني أنه يجب أن أحترم فيه كياني لأن ذلك الكيان الأنتى يجب أن أحترم فيه طولا وعرضا لأنه الأنتى بهذا المعنى الأنتوي تكون غير في المرحلة البيولوجية فيما بعد أصبح مرأة فائلة في المجتمع إنسان شخص فاعل في المجتمع بالوعي بالإرادة بالتفكير بالمساعدة بالتشارك إلى غري ذلك دانتالي بمعنى أنه لا يجب فقط تقزيم صورة إلى المرأة في اعتبارها جسد لا يجب رفع مستوى هذا التصور إلى مستوى العقل الإنساني وانتهى الأمر دانتالي نصبح القانون أنا ذاك كنولي القانون وتمثلتنا متساوين بأنك يمشي في نفس السرعة ووتيرة إحنا بعاد تكلمتي على الحافلة يعني ما وقع في الحافلة وكيفاش أنهم هذو كراه يافعين يعني هذا راح الجيل اللي ماجي الجيل اللي ماجي ويحمي المؤشرات الخطر بمعنى أن إحنا مازال في المرحلة دي لإعادة إنتاج نفس المشاهد القاسية واللي بعيدة كل البعد على هذا القيام اللي كنت تكلموا عليها كيفاش نخرجوا من هذا كيفاش نحركوا ربما برسائل واضحة نحن بصدد الإنهاء كيفاش نزعزعوا اليوم العقلية التي تقول بمسؤولية المرأة بغيت نداءات ربما كيفاش نخاطبوا هذه العقلية اللي كتقول بمسؤولية المرأة أو هي عقلية كينا عند الرجال وعند النساء كذلك أكيد كينا نحن المنطلق اللي خصنا نتحدثوا عليه نحن نتحدثوا على منظومة حقوق الإنسان الكونية فيها النساء وفيها الرجال منظومة حقوق الإنسان الكونية أرى الرجال في المغرب لما نقول الأسماء أرى ساهموا في مسألة المساوات وكيدا فعلها باستيماتها وقوانين خرجوا ووزراء كانوا حملوا حقائب النساء وليما رجعوا عندهم حقائب أخرى وكيشتغلوا في موضوع المساوات من أجل النساء ومن أجل الحرية العامة وما كانت شي مشكلة إحنا ما لدينا مشكلة لا مع النساء ولا مع الرجال وما تنقوموا لا بشيطانة ولا بغينا قوانين متطورة جدا إحنا بغينا الحماية والكرامة والعدالة الاجتماعية ونعيشوا راسنا مرفوع ومحترمين في هذا المجتمع لإنما تنقوموا بشيء حاجة اللي هي تسيء للمجتمع وتسيء للنساء بغينا المرأة تحس بالكرامة بما أنها إنسانة مواطنة تحس بذلك الكرامة ديالها في أي موقع كانت عندها الفلسات ما عنداش فلسات قرات ما قراتش بالنسبة للتدابر كيفاش كان أنا عطيت تجربة للجمعية ديالنا جسور ملتقى النساء المغربي ما في الدور ديالنا ولكن نحن دعنا واحد البرنامج مع الونيفان ماشينا للآری والليسي ودعنا واحد دورات تثقيفية للشباب والشابات بإنما في في 15–16 سنة وفهم أنت فترة المراهقة فترة المراهقة data هي الح swe sprinkler للشاب والشابات التي تكتشف عدة أشياء وحملنا لهم؟ عدّة ورشات تثقيفية على حقوق المرأة والمساواة واحترام الآخر واحترام الإنسان والدستور وشحنا لهم واحد الوسائل اللي هي جديدة بالتكنولوجيا بالفيديو بالتياتر بالكاريكاتور لأنه الشاب يتقره وكتقف على حقوق الإنسان كي يقول لي إنسان منتج كي يقول لي واحد المواطن يدافع عن حقوق الإنسان فالليوم شو رسالتك للنساء اللي عندهم ورجال اللي عندهم هاد الفكرة ديال تحميل المرأة المسؤولية شنون كلهم إنما الأمم والأخلاق وما بقيت إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا سيدة إيمان لياقوبي اللي متفقن عليها احنا بثلاثة وربما بزاف الأطراف المجتمعية فكرة ديالتربية أساسا منظومة ديالتربية ديالنا خصنا نعيد فيها الاعتبار العدد من القيام والقيام اللي فيها الاحترام ديالآخر الاحترام ديالقناعة الآخر أنا بغيت تغني بمكز على الحاجة اللي ما تكلمناش فيها بسف من غير التربية في المصر ديالتربية ولي مكمل المصر ديالتربية في الدراسة وفي الأسرة هي الإعلام لحد الآن المؤسف مثلا نحن نعطيك في التاريخ المغربي كانوا واحدة من النساء كانوا عظماء جدا التاريخ المغربي إلى أي مدى يركز لنا الإعلام على النساء هذون اللي كانوا في التاريخ المغربي أكثر من هذا دائما نحن باش نبغي واحدة البطلة في واحدة المسلسل مثلا كتكون نسبيا غبية ولكن جميلة سمحوا لي في إلاءة شحال من المسلسلات ولا من أفلام كنجيبوا إنسانة دكية عندها مساهمة في المجتمع كتحس بها أنها من شأن الجسد على العقل احتفل الإعلام من إشكال زيانا هو اللي يخلينا نشوفه دون تسألوا لباس المرأة مؤشر والمشي مؤشر لأنه كان دون هو اللي يخلينا يخلي هذا الإنسان و هذا الشاب الصغير كبير على واحدة عدد من أفلام عدد من المسلسلات عدد من المرامج لم ينشد دكاء المرأة ربما أحيانا نسمحي لي مثلا نسينا موذج جيد ولكن مثلا بعد مرات للأسف ماشي دائما نجيد مثلا موديعات يقدم بعد مرات تلقى الموديعات تقدم غير برامج مثلا وحدة سياق معين ماشي سياق مثلا اللي عنده علاقة مثلا اللي عنده علاقة مثلا بالآداب بالتالي إشكال دينا هو أيضا مشحل سهم الإعلام في تربية دينا هذا النشأ هذا وإعطاء الأفكار لأنه الآن يسعي بشكل للأسف أكيد هذه قناة من قنوات تنشأ الجميع لا أنا ما كنت تكلمش عن القناة بشكل إيجابي ولكن هناك قنوات أخرى التي تقدمني وهذا إشكال ماشي مغريبي يعني هذا إشكال عبر العالم النساء تخصص ديالهم هما يعني برامج ربما لكل ما هي فنية أو لا نسائية بالمطلق معنا فن هو ماشي شي حاجة سيئة ولكن خسيكون يعكس الحضور واضحة ونهي معك سيدة عائشة حليم فكرة شنون قولوا لهذه الناس باش نغيروا لهم ليوميش في القناعة ونبعدوا لهم هذه الفكرة اللي هي خاطئة لأن المرأة قد تتحمل مسؤولية لتعرضها للتحرش نعم اليوم لا يمكن الحديث عن المواطنة ناقيصة مواطنة المرأة هي مواطنة الرجل بتالي كرمات المرأة ماشي شي حاجة هي مطلب من الكماليات لا بغينا نحترم الأمهات ديالنا في صغط العاطفة والحنان أن نحترم المرأة باعتبارها إنسان فقط بمعنى بغض النظر وشي الأخت ولا صديقة أو زميلة أو لأنها إنسانة بمعنى كاملة الإنسانية ديالها كاملة الكرمة ديالها وبالتالي أن ننظر للآخر في صورة المساوات وأن الرجل ليس بمعنى أنه الذي يتحمل المسؤولية أولا وقبل كل شيء لأننا نعترف بالحقيقة هذا الرجل هو نتاج لتربية نسائية لتربية المرأة فيه بصمار بمعنى أنه أيضا لو ملقا على عاتق الأمهات أكثر من إذن أنا الأول لكي نهتم مرة أخرى لأنه الأسرة هنا ملامة بشكل له وكبير جدا بمعنى أنه قيم التربية لكي نقول لنا ليس تكون قيم ضرورة الدين لأن مجتمعنا متنوع متعدد عقائد القناعات إلى غير ذلك وبالتالي تربية التي تنبني على المنظومة الكونية لحقوق الإنسان الحقوق التي للآخر هي لي والحقوق التي لي يجب أن أحسرنا واضح شكرا لك دكتور عيشة حليم شكرا منصول سيدة إيمان ليعقوبي وكذلك سيدة أمي معاشور نهاية هذا العدد مشاهدين من أزمة حوار نذكر بأنه لا سلطة للإعلام في إيجاد مخرج لأزمات المجتمع وإن ادعى ذلك مدعون لكن من واجبه أن يخرج الحوار من أزمته حاولنا ذلك واجتهدنا فيها نأمل أن نكون قد وفقنا في انتظار تفاعلكم أو فيها هذه الحصة والأسبوع المقبل نضرب لكم موعدا جديدا لإخراج الحوار من أزمته في موضوع جديد ألقاكم بخير اشتركوا في القناة